لم يعد لذي لب ونظر أدنى شك بالفشل الذريع الذي منيت به العملية السياسية في العراق منذ احتلاله عام 2003 فالحكومات المتعقبة على حكم العراق في ظل الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوانى في إشعال الفتن وخلق التوترات الطائفية وتنفيذ سياسات إيران وأجنداتها الرامية إلى إضعاف العراق والنيل من شعبه بألوان العذاب والقتل والاعتقال والتشريد وتدمير البنى التحتية للبلد وإغراقه بالديون الشعب العراقي سئم من الوعود التي يقطعها له المرشحون قبل كل انتخابات فلم تعد تنطلي عليه ألاعب السياسيين التي أصبحت مفضوحة للجميع وبات يعي أن العملية السياسية والانتخابات هي أشبه ما تكون بعملية تدوير للمخلفات لكن دون فائدة فبدأ يتحرك هنا وهناك بالتظاهرات تارة والاعتصامات تارة أخرى للخلاص من المخلفات العملية السياسية برمتها القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية في العراق ومنها هيئة علماء المسلمين قدمت وثيقة باسم الميثاق الوطني العراقي تضمن الميثاق تثمين الجهود السابقة للقوى الوطنية والتمسك بوحلة العراق الذي يمثل جزءا من الأمتين العربية والإسلامية وأكد على حق مقاومة الاحتلال والاعتراف بجهود المقاومة العراقية وأشار الميثاق إلى أن الإسلام هو دين الدولة مع ضمان حقوق الأديان والأقليات ولم يعترف الميثاق بالدستور الحالي كونه لا يمثل العقد الاجتماعي الموحد للعراقيين فيما أكد على دعم قضايا الأمة جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر